السلام عليكم أخوتي المغربة أخوتي المغربيات مرحبا بكم على قناة مامون لبي عدت لكم من جديد أخوتي 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 بغيت نهدر لكم على العفو الملاكي وشنون دار بالعفو الملاكي وكيفاش تم التلاعب بالعفو الملاكي فأخوتي أخوتي شفت لديوهات المعتقلين السياسيين اللي خرجوا العفو الملاكي هنيئا لهم دائما تقول هنيئا لهم أولا وقبل كل شيء ثانيا رأهم تيبكي بواحد الحرقة قلبهم تيبكي بواحد الحرقة على الزملاء ديالهم كين واحد العدد ما زال ديال المعتقلين السياسيين اللي مازال ما خرجوش من السوجون ديال أسمى زروال ونويسير بريويطا وعمير الطاهر فنويسير بريويطا هو وعمير الطاهر وأسمى زروال هالثلاثات والتي سمموا محمد السادس واللي همتي يحركوا البلاد فالخافية وهما السبب ديال المصائب كلها اللي في البلاد وهما السبب ديال جوعد المغاربة إلى آخره فهدو أخوتي أخواتي ما خرجوش واحد الفئة ديال المعتقلين خلوهم مازال في السجون مع العلم أن الأوامر ديال محمد السادس كانت كلاخ يعني واضحة محمد السادس قال ليهم تخرجوا جميع المعتقلين السياسيين اللي رقم سدين عليهم في السجون دلمان وعدوانا لو كان محمد السادس ما مأكدش بأنهم مظلومين لا خرجهم لما خرجهم بأن محمد السادس يحكم بالقسد وبالعدل لو كان عرفهم بأنهم غير مظلومين ما عرف ما عقلش عليهم ولكن عرفهم بأنهم مظلومين من يجاته الخبار بأنهم مظلومين قرر أنه سفي خرجهم فقل الإدارة ديال الزانية أسمى زروال قال ليهم خرجوا كل شي جوا هما خرجوا واحد العادات وخلاوا واحدين أخرين فهكا تمتلاعب هكا تمتلاعب بالعفو الملكي وهكا تمتلاعب بالأوامر ديال محمد السادس كما يتم التلاعب من طرف ناصر بوريطة بالسمعة ديال محمد السادس بالعرض ديال محمد السادس بالشرف ديال محمد السادس والدليل موجود مني نور زينو ضرب في العرض ديال محمد السادس أمام العالم ناصر بوريطة شكروا بسنسلة من دهب خرج لي الباسبور في ثلثيين دخلوا هربوا للمغريب هربوا تهريب يعني دخلوا قبل ما يطبع لي الباسبور وعطاه إقامة فخمة في جوج دي المدن في إيبيس في مدينة أضن ريباط ومدينة أخرى المهم والهدايا وجاميع الميكروات دي الصحفة دي المغريب يعني نصروا على محمد السادس فكما بريطة تلعبتي بالعرض والشرف دي المحمد السادس تلعبتي متوقس مزرور وعمير الطهر حتى بالأوامر دياله ودابا أرى غدي ندفع الأمم المتحدة شكاية بوحدة بيك انتا عود شكاية اللي دفع في اللولة بوحدة وهدي ندفع شيكاية بك انتا أبو ريطة وعمير الطهر أسمى زروال على التلاعب ديالكم بالأوامر دين محمد السادس دفاعا عن الوطن علش انتو ما درتو هادشي باش الناس يبقاوا غضبانين ويقولوا شوف محمد السادس خرجوا وحدين وخلاوا وحدين على أخي هو العلم انه هو قال لكم تخرجوا كل شي انتو ما انتا أبو ريطة أنويسير برويطة اعطتي الأوامر ديالك القنصلية ديال المغرب في باريس تتهدر نطايم عمالك لبزار ومع خليد والدني المخابرات اللي تقود لك البنيتات متاتمشي لتما فاعطتيهم الأوامر باش صفته الزفرية باش يضربوا بالسلح الأبيض واحد ما غنقول سميته بالعاني باش تنوضوا الصداع والشوها الأسرة الملكية وتديروا لهم واحد الصورة اللي هي بحلرة هما مجريمين تيصفتوا المجريمين الفرنسا يديروا محاولة قتل ديال المواطنين الجالية اللي هي فرنسا الجالية المغربية اللي هي فرنسا قالوك هادك الشي اللي درتو ندير عن طريق القنسولية شكلتي حكم في القنسوليات ديال المغرب في الخارج هو نويسر بوريويتا فانتا نويسر بوريويتا منعطتي الأوامر ذلك القنسولية انت اللي قلتي لهم باش يديروا محاولة قتل لهادك المواطن مغربي فرنسي مغربي فرنسي ما بين محمد الساديس وفرنسا وماني نوضت القربالة كانت إن كريز ديبلوماتيك يعني واحد الطيراب ديبلوماسي ما بين المغرب وفرنسا قللي الزاني قتل ديال المجرم يانويسر بوريويتا شكلتي مسؤول على الصورة ديال ديبلوماسية المغربية مع الدول الخارج شكلتي يمكن يلمع الصورة ديال ديبلوماسية ديال المغرب مع الخارج أو يخسر الصورة ديال ديبلوماسية المغربية مع الخارج انت انت الواحد انت الواحد الأول والآخر المسؤول على تلميع او فساد صورة ديال ديبلوماسية المغربية في الخارج واشنو درتين محمد السادس نوضت اليه صداع مع فرنسا علاش لان فرنسا عندها واحد اتقل واحد الوزن في العالم باش كما وعدتك اسما زروال الى قلبتو محمد السادس زي ما رك تطلع انتا ان شاء الله الجهنان فهدا اخوتي اخوتتي هكا تتلاعب نويسر بوريطا بالعرش ديال محمد السادس هنا واجبت لكم الدلائل تتشوفوها قدامكم راكم عارفين نور زينو اشنو قال على محمد السادس وراكم شدو نويسر بوريطا كيفاش تعمل معه صفت ليه حتى اللي عندو الديبلوماسيين باش شراولوا السنسلا ديال ذهب ماش ينفلوسهم من ميزانية ديال الدولة تحت الاوامر ديال بوريويتا اعطاوه الباسبور فتلتي يمقالو كاخوتي اخوتي انتو مال مغاربة اللي تم ماسكم الاسبوعين على الاقل وشراولي ها قطي الايبيس يعني الغرفة في جوج مودون وزيادة على هادشي كلو دخلوه مهربينو للمغريب باش نهار يدور فيهم محمد السادس يقولو حنا ما فخضارناش ما عرفناش كيفاش دخل علاش انتو مهربتوه ما طبعتولوش الباسبور في الدخول ما طبعتوش اخوتي 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 المغاربة والمغريبيات ناصر بوريطا دخل نور زينو العدو محمد السادس دخل دخل العدو محمد السادس مهربو المغريب بلا ما يطبع عليه الباسبور ده باديكي جاتكم وماشي غير دك الشي قلوش حب الخطره نور زينو قلو بغيت نور زينو قلو بغيت جمعية باش ندافعوه على الميتليين في الخارج قلوش حال خاصك حب الخطره سيدي عاود خاصنيه ثمانين مليون عطاه ثمانين مليون باش حل جمعية دفاعنا الميتليين في الخارج فشوفو انو يصير بوريطا كيفاش تيدرب في المالك محمد السادس وكيفاش تيدرب في الوطن دار هاتشي كله مع نور زينو بعد ما نور زينو بال على العالم دي المغريب ودابا بعد ما خلقته المحمد السادس عدو هاتك السيد اللي هرب الكندا ما كانش عدو دي المحمد السادس بالعكس ما كانش عدو دي الوطن الاعداء دي الوطن الحقيقيين هما اسمه زرول نصر بوريطا وعمير الطهر هاتك السيد بالعكس كان بغي يخدم تحت الاوامر دي المحمد السادس كمستشار رياضي ما بغيتش اسمه زرولي ان انت تتبيعي الخدمة ما بغيتش صافي رغم ان محمد السادس قاللك اعطيوه شي حاجة اعطيوه شي منصيد وما سمعتوش المحمد السادس انتو سديتو عليه عدبتوه جاء اسمه زرولي درتي عدبتوه كرفستو عليه باش تخلقوه عدو المحمد السادس وبعد ما كانت لك خيز ديبلوماتيك ما بي للمغرب وفرنسا وصافي بدتي تكال ما شوية الطرح وقات الدعوة غي في المحاكم انتو بغيتو تقتلوه بالموس تحت الاوامر ديال ناصر بوريطا فانتوما اللي تتخلقوه المحمد السادس الاعداء انتوما شكو اللي مسئول على هادك السلاح الابيض اللي تضربيها هادك سيد ناصر بوريطا لان انت اللي هدرتي مع القنصلية باش ننضموا هادك شي كما هدرتي مع القنصلية باش ركبو الشاري حالختي باش يدمروا لاحيتا وشاهد فيك خليد وداني ومني غادي تشد خليد وداني غادي يشاهد فيك على كيفاش عطيتي الاوامر باش تضرب هادك السلاح الابيض ولمن عطيتي الاوامر مني هدرتي مع ملكة لي بزار فانا هارفش حال من حاجة علاش لان خليد وداني فضحكم ولكن مني غادي نوصلوا المحكامة للجنايات الدولية فاصة فاصة غا نحضح كل شي ما غنخليتي حاجة مخبية باش عيتبر محمد السادس من الجرائم ديالكنتا اناصر بوريطة اللي تترتكب حق الشعب المغربي باسم محمد السادس تتقتلوا باسم محمد السادس تتعدبوا باسم محمد السادس تتسجنوا باسم محمد السادس منيقول لكم محمد السادس تخرجوا المعتقلين السياسيين تتخرجوا شي وتخليوا شي ختيخ وتتير هاد الكلام هادا خطير وخطير للغاية انا سنعرض حياتي الخطار كل نهار بهذا اللي ديوات فالله يرحم لكم الوالدين ديروا بعد غير اللايك والبرتاج اللي قدر يدعم القناة يدعمها واللي مقدرش يدير غير اللايك والبرتاج انا فرحانة بالوجود ديالكم معانا هنا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته